هو عموما المصطلح جديد شوية يعني كنت بمعتقد ان كلبة الروح دي لا تنطبق سوى على القانون يقولك روح القانون وتطبيق روح القانون لكن احنا عموما بقالنا فترة من اشهد حاجات عجيبة جدا من ضمنها ساعات بنسبع برضو مسميات في غير محلها زي الاحتواء اللي اسمعنا عنه في وقت من الوقات روح البروتوكول اللي اسمعنا عنه في وقت من الوقات يعني كل فترة والتانية من الواضح ان احنا هنكون بصدد مصطلح ومسمى جديد عامو ده بقى للكلام اللي هودك بتتكلم فيه وتفصيلة ان بلاس ناينتي ده شيء طلع روحنا هو طلع روحنا فعلا وعلى الصعيدين طلع روح المتابعين اللي عاديين مستنين وطبعا كلما الوقت بيجري بينا في احداث اللقاء احنا ايه اخوان احنا الغد الوقت يخسرين واحد صف بس بيبقى احتيقة برضا يا كريم سبحان الله بتيجي منين وده بقى اللي طلع روحنا بقى بالمعنى التاني ايوا تسعين فلاس كالعادة النادي الاهلي بيقاتل ايا كان بيلعب مين وايا كان ظروف ملابسات اللقاء لكن مفيش يعني حاجة ممكن تحسم اللقاء غير صفارة الحكام ما دون ذلك الاهلي قابل في اي لحظة للتسجيل وقد كان شفنا مبارح طبعا علي معلول سجل هدفين في الدقيقتين 94 و97 في الوقت بدل الضائع طبعا بداية كده مليون مبروك على ثلاث نقاط فوز مهم جدا وغالي جدا على فريق محترم زي فريق امبي طبعا رغم الغيابات والصعوبات وما عندناش ثلاثي خط الوسط ديانج والسولية وحمد فتحه للاصابة طبعا ده غير بقية الخطوط عندنا حاجات كتير نتكلم فيها بس عايزين نقول حاجة لازم برضو ندي فرصة لتصحيح اخطاءنا لحد ما نخلص نهائي افريقيا وبالتأكيد الوضع هيتغير كتير جدا ان شاء الله يعني لكذا سبب اولهم عودة المصابين تانيهم هيكون خلاص شلنا بقى من على صدرنا وعلى نفسنا حملة قيل جدا وهو المنافسة على اللقب القاري واللي بإذن الله هيكون من نصبنا ثالثا تركز بقى اللعيبة بعد كده يعني بشكل كامل على الدوري وبس الدوري فقط لغير ونقدر نعالج كل اخطاءنا وعلى ذكر معالجة الاخطاء يا ريت والله كمان لو منظومة التحكيم هي كمان ترجع اخطاءها اكيد هيبقى شيء لطيف جدا منها احنا بنقول بس يعني نقترع